بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أصبح عندنا عملنا import للمودل اللي موجود قدامنا فعايزين نعرف إزاي هنتعرف على الفيتشرز المختلفة طب تعالى بس نعمل شاده لهذا الجزء عشان نوضحه فهو ده المفروض أن الفاينال برودكت بتاعي يكون بهذا الشكل هل من الممكن نحن نعمل ده من خلال عملية سريعة ومن الممكن أن نعمله step by step نحن نتعرف على الفيتشرز المختلفة step by step طب إحنا لو عايزين نتعرف مباشرة على الفيتشرز المختلفة هنروح على automatic feature recognition ونقول له عندنا solid one اللي هو موجود قدامنا هو تعرف عليه شوف اللون اتغير إلى اللون الأحمر هنقول له التالي التالي هيا عرف لي كل الفيتشرز يبقى هو أصبح هنا ايه كل الفيتشرز اللي موجودة اللي هي زي ما انت شايفة دي الفيتشرز عرف الفيتشرز والهولز والهولز one two three ودي الثري هولز اتعرف عليهم والبوكت والسايدز وكل ايه الفيتشرز اللي موجودة اتعرف عليهم طيب إذن أنا كده موافق وخلاص اتعرف على كل الفيتشرز الفيتشرز نيجي في عندنا هنا في الاسبوت دريل في وورننج تعالى نشوف ما هو الوورننج بتاع الاسبوت دريل فتعالى نشوف التول نشوف الاول ايه ايه هو ايه المشكلة اللي عنده تعالى نشوف ايه المشكلة بقول لي ايه is small than 20 diameter تعالى نرجع على الـ operation list ونشوف الاسبوت دريل ونيجي كده هو نشوف ادي التول اللي موجود طب نغير بس التول ونقول موافق خلاص ادي هو غير التول ده وبعدين نشوف التول التاني نفس الكلام في الاسبوت دريل ادي التول نغيره هو موافق وادي التول الاسبوت دريل ونيجي نغير التول هو ده اكبر تول موجود فناخد نغير بس مجرد التول من الممكن بتبقى فيه بعض المشكلة خلاص يبقى كده احنا خلصنا الوورنجس الموجودة هنقول له ورينا التول باث نروح على التول باث ونخلي نشتغل على 3D simulation و اوكي هيبدأ يعمل عملية الفيسنج ويعمل الدريل وبعدين دخل على البوكت والسايدز ثم هينتقل على الكيرف الخارجي ينفذ ينفذ بكده يكون عملي العملية السايدز نتعرف يبقى هنا اتعرفنا على الفيتشورز المختلفة بالـ الفيسنج 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 الكيرف موجود قدامنا و موجودين قدامنا يبقى